اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي تفقد الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل اروقة القوات المسلحة واستمع رئيس اركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة الى عرض تقدمي عن احدث الانظمة البحثية في كافة المجالات والتي من شأنها تقديم الدعم لكافة الاسلحة التخصصية بالقوات المسلحة وناقش عددا من القائمين على الابحاث المتطورة التي تم تنفذها مشيدا بالجهد المفذول في البحوث واهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة وما لمسه من البحثين من فهم واع وادراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها وفي نهاية الجولة نقل رئيس اركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي للقائمين على البحوث واكد حرص القوات المسلحة على الوصول الى اعلى المعايير العلمية في ذلك المجال مشيرا الى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذي تم تنفيذها على مضار العام البحثي حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة